حياتي رأي المداخلة بعنوان الأمور الكلية في علم التب عند أبي علي بن سينا حد التب وموضوعاته من الأمور الطبيعية تحليم الأول موضوعات التب يقول بن سينا أن التب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يسحب ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة وليقال أن يقول أن التب ينقسم إلى نظر وعمل وأنتم قد جعلتم كله نظرا إذ قلتم أنه علم وحينئذ نجيبه ونقول إنه يقال إن من الصناعات ما هو نظري وعملي ومن الحكمة ما هو نظري وعملي ويقال إن من التب ما هو نظري وعملي ويكون المراد في كل قسمة بلفظ النظري والعملي شيئا آخر ولا نحتاج الآن إلى بيان اختلاف القسمين فقد حصل لك علم علمي وعلم عملي وإن لم تقع تعمل قط وليس لقائل أن يقول إن أحوال بدن الإنسان ثلاث الصحة والمرض وحالة ثالثة لا صحة ولا مرض وأنت اقتصرت على قسمين فإن هذا القائل لعله إذا فكر لم يجد أحد الأمرين واجبا لا هذا التثليث ولا هذا ولا إخلالنا به ثم إنه إن كان هذا التثليث واجبا فإن قولنا الزوال عن السحة يتضمن المرض والحالة الثالثة التي جعلوها ليس لها حد السحة إذ السحة ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة ولا لها مقابل هذا الحد إلا أن يحدوا السحة كما يشتهون واشترطون فيه شروطا ما يهم إليها حاجة ثم لا مناخش مع الأطباء في هذا وما هم ممن يناقشون في مثله ولا تؤدي هذه المناقشة بهم أو بمن يناقشهم إلى فائدة في التب وأما معرفة الحق في ذلك فمما يليق بأصول صناعة أخرى نعني أصول صناعة المنطق اللي يطلب من هناك لما كان التب ينظر في بدن الإنسان من جهة ما يسحه ويزول عن السحة والعلم بكل شيء إنما يحصل ويتم إذا كان له أسباب يعلم أسبابه فيجب أن يعرفه في التب أسباب السحة والمرض وسحة والمرض وأسبابهما قد يكونان ظاهران وقد يكونان خفيين لا ينالان بالحس بل بالاستدلال من العوارض فيجب أيضا أن تعرف في التب العوارض التي تعرض في السحة والمرض قد تبين في العلوم الحقيقية أن العلم بالشيء إنما يحصل من جهة العلم بعوارضه ولوازمه الذاتية لكن الأسباب أربعة أصناف مدية وفاعلية وسورية وتمامية والأسباب المدية الأشياء الموضوع التي فيها تقوم السحة والمرض أما الموضوع الأقرب فعضو أو روح وأما الموضوع الأبعد فهي الأخلاق وأبعد منه هو الأركان وهذان موضوعان بحسب التركيب وإن كان أيضا منع الاستحالة وكل ما وضع كذلك فإنه يساق في تركيبه واستحالته إلى وحدة ما وتلك الوحدة في هذا الموضوع التي تلحق تلك الكثرة أما ميزاج وأما هيئة أما الميزاج فبحسب الاستحالة وأما الهيئة فبحسب التركيب وأما الأسباب الفاعلية فهي الأسباب المغيرة أو الحافظة لحالات بدن الإنسان من الأهوية وما يتصل بها والمطامع والمياه والمشارب وما يتصل بها والاستفراغ والاحتقان والبلدان والمساكن وما يتصل بها والحركات والسكونات البدنية والنفسانية ومنها النوم واليقظة والاستحالة في الأسنان والاختلاف فيها وفي الأجناس والصناعات والعادات والأشياء الواردة على البدن الإنسان مماثة له إما غير مخالفة للطبيعة وإما مخالفة للطبيعة وأما الأسباب السورية في الميزاجات والقوى الحادثة بعدها والتركيب وأما الأسباب التمامية فالأفعال وفي معرفة الأفعال معرفة القوى لا محالة ومعرفة الأرواح الحاملة للقوى كما سنبين في هذه الموضوعات صناعة الطب من جهة أنها باحثة عن بدن الإنسان أنه كيف يسح ويمرض وأما من جهة تمام هذا البحث وهو أن تحفظ السحة وتزيل المرض فيجب أن تكون لها أيضا موضوعات آخر بحسب أسباب هذين الحالين وآلتهم وأسباب ذلك التدبير بالمأكول والمشروب واختيار الهواء وتقدير الحركة والسكون والعلاج بالدواء والعلاج باليد وكل ذلك عند الأطب بحسب ثلاثة أصناف من الأسحاء والمرضى والمتوسطين الذين نذكرهم ونذكر أنهم كيف يعدون متوسطين بين خسمين لاواسطة بينهما في الحقيقة وإذ قد فصلنا هذه البيانات فقد اجتمع لنا أن التب ينظر في الأركان والمزاجات والأخلاق والأعفاء البسيطة والمركبة والأرواح وقواه الطبيعية والحيوانية النفسانية والأفعال وحالات البدن من السحة والمرض والتوسط وأسبابه من المآكل والمشارب والأهوية والمياه والبلدين والمساكن والاستفراغ والاحتقان والصناعات والعادات والحركات البدنية والنفسانية والسكونات والأسنان والأجناس والواردات على البدن من الأمور الغربية والتدبير بالمطاعم والمشارب واختيار الهواء واختيار الحركات والسكونات والعلاج والأدوية وأعمال اليد لحفظ السحة وعلاج مرض فبعض هذه الأمور إنما يجب عليه من جهة ما هو طبيب أن يتسوره بالما هي فقط تسورا علميا ويصدق بعلياته تصديقا لأنه وضع له مقبول من صاحب العلم الطبيعي وبعضه يلزمه أن يبرهن عليه في سنعته فما كان من هذه كالمبادئ فيه يلزمه أنه يتقلد عليتها فإن مبادئ العلوم الجسئية مصلة ما تتبرهن وتتبين في علوم أخرى أقدم منه وهكذا حتى ترتقي مبادئ العلوم كلها إلى الحكمة الأولى التي يقلها علم ما بعد الطبيع وإذا شرع بعض المتطلبين وأخذ يتكلم في إثبات العناصر والمزاج وما يكلو ذلك مما هو موضوع العلم الطبيعي فأنه يغلط من حيث يورد في صناعة التب ما ليس من صناعة التب ويغلط من حيث يظن أنه قد يبين شيء ولا يكون قد بيّنه البتة في الذي يجب أن يتصوره الطبيب بالمياه ويتقلد ما كان منه غير بين الوجود بالعلية هو هذه الجملة الأركان أنها هل هي وكم هي والمزاجات أنها هل هي وكم هي والأخلاط أيضاً هل هي وما هي وكم هي والقوة هل هي وكم هي والأرواح هل هي وكم هي وأين هي وأنه لكل تغير حال وثباتها سبباً وأن الأسباب كم هي وأما الأعضاء ومنافعه فيجب أن يصادفها بالحس والتشريح والذي يجب أن يتصوره ببراً عليه الأمراض وأسبابها الجزئية وعلماته وأنه كيف يزيل المرض وتحفظ السحة فأنه يلزم أن يعطي البرهان على ما كان منها إذا خفي الوجود بتفصيله وتقديره وتوفيره وجاء لينوس إذا حاول إقامة البرهان على القسم الأول فلا يجب أن يحاول ذلك من جهة عنه طبيب ولكن من جهة عنه يجب أن يكون فيلسوفاً يتكلم في العلم الطبيعي كما أن الفقي إذا حاول أن يثبت ساحة وجوب متبعة الإجماع فليس ذلك له من جهة ما هو فقي ولكن من جهة ما هو متكلم ولكن الطبيب من جهة ما هو طبيب والفقي من جهة ما هو فقي ليس يمكنه أن يبرن على ذلك البتة وإلا وقع الدور التعليم الثاني في الأركان وهو فصل واحد من الأركان هي أجزاء بسيطة هي أجزاء أولية لبدل الإنسان وغيرها التي لا يمكن أن تنقسم إلى أجزاء مختلفة بالصورة والتي تنقسم المركبات إليها ويحدث بامتزاجها لأنواع مختلفة الصور من الكائنات فليتسلم الطبيب من الطبيعة أنها أربعة لغير اثنين منها خفيفين واثنين ثقيلين فالخفيفين النار والهواء والثقيلين الماء والأرض والأرض جرم بسيط موضوع الطبيعي هو وسط الكل يكون فيه بالطبع ساكنه يتحرك إليه بالطبع إن كان مبين وذلك في قلوة المطلق وهو بارد يابس في طبعه أي طبعة طبعا إذا خلاه ما يجب ولا ولم يغيره بسبب من خارج ظهر عنه برد المحسوس وبيس ووجوده في الكائنات ووجود مفيد للاستمساك والثبات وعفظ الأشكال والهيئات وأما الماء فهو جرم بسيط موضوع الطبيعي أن يكون شامل للأرض مشمول للهواء إذا كان على وضعهم الطبيعين وهو ثقيله الإضافة وهو بارد رتب أي طبعا طبعا إذا خلاه وما يجبه ولم يعارضه لسبب من خارج ظهر فيه برد محسوس وحال من الرطب ويكون في جبلاته بعثه ويجيب بأدنى سبب إلى أن يتفرق ويتحاد ويقبل أي شكل إن كان ذلك لحفظه وجود فيه الكائنات لتسلس الهيئات التي يراد في أجهازها التشكيل والتخطيط والتعديل في أن نراته إن كان سهل الترك للهيئات الشكلية إذن ننتهي إلى هذا الحد من مدخلاتنا الأمور كليفة على المتاب عند ابن سينة إلى لقاء ترجمة نانسي قنقر